أعلنت الشروطة الألمانية الاتحادية أمس الأربعاء هذا طبعا أول أمس يعني الأحداث عن اعتقال 25 شخص قالت أنهم أعضاء في منظمة إرهابية نعطوا فكرة ربما الناس ليس عندهاش فكرة أو ما تابعش وشنا هذا الموضوع قالوا أنها منظمة إرهابية يمينية وأنهم كانوا يريدون الاستلاع على السلطة في البلاد وقال للإدعاء العام الألماني أن هذه الجماعة الإرهابية التي كشف عن هويتها تسمى حركة مواطني الرايخ كانت تخطط للاستلاع على مباني رسمية ألمانية من بينها البوندستانغ وهو اسم البرلمان الألماني وأضافوا أن من بين هؤلاء الخمسة وعشرين كان هناك مواطن روسيا من بين المحتجزين وهذه تعتبر أحد أكبر العمليات ضد المتطرفين اليمينين التي تشهدها ألمانيا قبل ما نروح لماذا وصلت ألمانيا إلى هذا الوضع وكان هذا الاحتجاز وكان هذا الخبر لملأ الدنيا يوم الأربعة والخميس واليوم والحقيقة سيبقى في أوروبا لفترة لأن هذا الموضوع لن يكون بسيط هذا الموضوع عنده تأثيرات هائلة تأثيرات هائلة على الوضع السياسي في أوروبا بما فيها على وضع المسلمين والوضع المهاجرين في الغرب عموما إذن قبل أن نصل كيف ما هي هذه من هي هذه الحركة اللي سموها مواطني الرايخ مواطني الرايخ أو الرخسبورغ على حساب التسمية الألمانية ريخسبورغ هذه منظمة يمينية متطرفة أول شيء بالنسبة إليها أنها لا تؤمن بالحدود اللي قائمة عليها ألمانيا اليوم تقول أنها لا تؤمن بحدود ألمانيا الاتحادية اليوم إنما تؤمن بالحدود الألمانية كما كانت في 1937 أي بما فيها أجزاء من بولندا وأجزاء من فرنسا يعتبرون أن ألمانيا أنتع اليوم تخلت نتيجة للهزيمة في الحرب العالمية الثانية عن ألمان وعن أراضي ألمانية يتواجدون في فرنسا وفي بولندا اليوم وبالتالي هي لا تعترف بحدود ألمانيا كما أن هذه المنظمة لا تعترف بالدولة الألمانية ويعتبرون أن هذه الدولة الألمانية صنيعت المنتصرين أو المنتصرون في الحرب العالمية الثانية خاصة الولايات المتحدة وأنها غير قانونية أي هذه الدولة الألمانية اليوم ولذلك لا يحملون وثائق رسمية للدولة الألمانية ولا يعترفون بالمحاكم الألمانية ولا يدفعون الضرائب ولا الغرامات ولا يستجيبون للدعوات الموجهة لهم من قبل السلطات الألمانية بعبارة أخرى يعيشون في ألمانيا خارج القانون الألماني ومع كراهية الدولة الألمانية وعدم اعترافهم بها ويؤمنون بأنه يجب تغيير هذا الوضع بالعنف وبالقوة ولذلك أكثر عناصر أو الكثير من عناصر هذه المنظمة اللي اختلفت المصادر في كم عدادها مصادر تقول أنها في حدود 20 إلى 21 ألف وآخرين يقولون أنهم إذا ضفنا لهم متعاطفين قد يكونون أكثر من 100 ألف كثيرين من أعضاء هذه المنظمة هم عسكريين سابقين وشرطة سابقين وحتى مسؤولين سابقين فمثلا من بين الذي ألقي عليهم القبض قالوا ألقوا القبض على ثلاثهم في قيادة هذه الحركة واحدة منهم كانت برلمانية سابقة وهي قاضية وواحد كان ضابطا في القوات الخاصة وثالثا ينسب إلى أنه من أسرة ملكية من الذين كانوا يملكون أو من الذين كانوا أمراء قبل توحيد ألمانيا مع بيزمارك وتوحيد ألمانيا في القرن 19 واحد من سليل هذه الأسرة حتى يقولون أنه كان ربما سيعينونه أميرا على ألمانيا إذا ما نجح طبعا هذه المنظمة ميست جديدة إنما مؤسست قبل أكثر من 40 عام وظهرت أكثر فأكثر بداية من 2010 عندما بدأت تقوم ببعض الأعمال الإرهابية بين أعمالها أنها قتلت شرطي جرحت آخرين كانت اعتدت على عدد كبير جدا من المهاجرين على عدد كبير جدا من المسلمين ولم تكن ألمانيا مهتمة كثيرا آنذاك خاصة أنهم كانوا مهتمين بالحرب على ما يسمونه الإرهاب الإسلامي صحيح كين جزء من هذا من المسلمين الذين اعتمدوا الطرق العنفية والإرهابية ولكن هم بالغوا في ذلك وهم يبالغون في ذلك سكتوا أو وكانهم أخفوا موضوع اليمين المتطرف موجود يعترفون أن هناك يمين متطرف وأنه عنيف ولكنهم ركزين آنذاك خاصة مع ظهور داعش ومع ظهور مع التفجيرات التي حكثت ونصبت إلى داعش أو تبنتها داعش في أوروبا خاصة كانت تركيز كله على ما يسمى بالجهاد الإسلامي الإرهاب الإسلامي العنف الإسلامي إلى آخر مبالغات أحيانا وأحيانا كان شيء صحيح ولكن في مبالغات أيضا خاصة مع الإعلام وترى هذه المنظمة ترى أنه يجب العودة إلى ما قامت عليه ألمانيا عندما قامت دولة بروسيا بتوحيد ألمانيا بداية من هزيمتها لفرنسا في حرب 1870 وقيام الدولة الألمانية مع 1871 التي كان أساسها الرئيسي هي دولة بروسيا الذين اعتقلوا اعتقل عدد كبير منهم في 11 ولاية ألمانية ولكن اعتقل بعض منهم أيضا في إيطاليا فهناك معتقل في إيطاليا ومعتقل في النمسا وكان رد الفعل الرسمي الألماني كان الدهشة ولكن في نفس الوقت قالوا بأنهم كانوا يعني الشعب الألماني وصحافة الألمانية كان فيه دهشة كبيرة وصدمة كبيرة مسؤولين ألمان قالوا أنهم كانوا يتابعون هذه الأمور وأن الشرطة منذ فترة وهي تبحث وتتحرى وتراقب هذه الجماعات اليمينية بما فيهم مواطني الرايخ المشكلة بالنسبة لألمانيا المشكلة وبالنسبة لأوروبا عموما أن هذه المنظمات هذه المنظمات اليمينية المتطرفة يتواجد بها عدد لا بأس به من قدماء الشرطة وقدماء الجيش ولكن أيضا من عناصر الشرطة وعناصر الجيش الآن فمن بين الخمسة وعشرين اللي يلقوا عليهم القبض يلقوا على الأقل واحد شرطي ما زال عاملا وما زال شرطيا ووجدوا ضابط في القوات الخاصة والجنديين في القوات الخاصة أيضا عاملين واحد سابق واحد عامل كما قلت أنا من بين القيادات اللي يلقوا عليها القبض قاضية ونائبة سابقة أيضا إذن هؤلاء ليس بالبسيط قالوا أيضا أن وجدوا فتشوا 150 موقع في 50 موقع وجدوا أسلحة وقالت الشرطة الألمانية والمدعي العام من أنهم سيعتقلون ستكون هناك موجة ثانية من الاعتقالات وستضم عدد من أضاء هذا التنظيم وربما أيضا من تنظيمات أخرى والاعتقالات مستمرة إذن هناك حزب قريب من هؤلاء وهو حزب يميني أيضا المتطرف يسمى البديل من أجل ألمانيا هذا موجود داخل البرلمان وممثل داخل البرلمان ولديه مقاعد معتبرة تهمة واتهمته الصحافة الألمانية من أنه هو الذي يؤجج اليمين المتطرف بنظريات المؤامرة ويضخم الخطر الإسلامي والخطر المهاجرين إلى آخره القضية ريحة تكبر وقالت الشرطة من أنها ستستمر في تفكيك هذا التنظيم لكن المشكلة أنها ليست تنظيم واحد سنرى أنها ليست تنظيم واحد وإنما هناك تنظيمات وتنظيمات معتبرة يضيف أيضا رئيس الاستخبارات الداخلية الألمانية توماس هالدينجوى يقول من أن هذه المجموعة لديها شبكة كبيرة في جميع أنحاء البلاد وكانت لديهم خطط محددة وكانوا مستعدين لاستخدام العنف حتى ولو كان ذلك يعني قتل الناس هل هذا ما حدث في ألمانيا شيء جديد في الغرب أم أنه شيء قديم متواجد في الحقيقة ولكن ربما هذه المرة في خطر مضاعف وفي هدف واضح وهو إسقاط الدولة الألمانية دعونا نشوف مثال من هذا اليمين وعملية عنف رهيبة وقعت قبل 11 سنة في وقعت في نرويش وأدت إلى زلزال حقيقي يومها في أوروبا كلها في البداية كانوا تهموا أو كانوا قالوا من أن لوراها إسلاميين لكن تضح فيما بعد أنها ليس صحيح اللي كان قام بهذه العملية وكانت في صيف 2011 هو هذا الشخص بغور انتظره أندريس بريفك بفارغ الصبر فدخل دخول المنتصر وأدى تحية اليمين العنصري وبدت عليه اللهفة في نشر أفكاره المتطرفة مستغلا الحضور الأعلامي اللافت بدى فخورا بما فعله فكما قال محاميه إن سبب ندمه الوحيد هو أنه لم يتمكن من قتل المزيد بريفك اعترف بالتسبب بهذا قتل ثمانية أشخاص بترجير سيارة مفخخة قرب مباني حكومية في أوسلو ثم توجه إلى هذه الجزيرة لقتل تسعة وستين من الشباب في مخيم صيفي لحزب العمال المؤيد لتعدد الثقافات في النرويج في مستهل الجلسة أذل بريفك بأول تصريح سياسي له لا أعترف بما حاكم النرويج لأنها حصلت على التفويض الممنوح لها من أحزاب سياسية تؤيد التعددية الثقافية كما أنني لا أعترف بسلطة المحكمة كان هذا وش كان قام عن هذا كان قام بهذا المقطع مش سح نوريكم أنه كثير لكن بعض ما قام به تحولت إلى ما يشل ساحة حرب بالأمس تفجير وهجوم مسلح أوقع عشرات الإصابات بين قتيل وجريح وحول وسط أوسلو إلى منطقة شبه منكوبة يغطي الركام أبرز معالمها النرويجيون الذين لم يقبلوا أعمال عنفر في بلدهم المصنف الأول عالميا في سلم التنمية البشرية أصيبوا بصدمة سيسجل معها تاريخ الثاني والعشرين من شهر يوليو كأسوأ يوم تعيشه النرويج منذ الحرب العالمية الثانية لم نواجه سابقاً أمرنا لم يواجه سابقاً هذا كان دائماً لاعتقاد من أن العمليات العنف الإرهابي لن تقوم بها إلا جماعات جهادية أو جماعات تنسب إلى الإسلام أو إلى آخرها لكن عندما وقعت هذه العملية كانت في البداية كانت بعض الأخبار يومها لازلت تذكر ذلك اليوم من 22 جولاي 2011 لازلت تذكر وأنا شخصياً توقفت تتابع بعض القنوات لأن قلت هذه كارثة أخرى إذا ما كانوا هذون ينسبون إلى الإسلام اللي يقوموا بهذا العمل لازلت تذكر أن بعض الإعلام سارع إلى القول من أن هذه العملية قاموا بها أشخاص ينسبون إلى الإسلام لكن فيما بعد تبينت الصورة وتضح أن اللعاء اللي قام بها هو اليمين المتطرف النرويجي وهذا الشخص بالذات لم يكن وحيداً لكنه هو الرئيسي في هذه القضية بتأكيد أن هناك من ساعده يعني قام بقتل ثمانية أشخاص في وسط أسلو في وسط العاصمة وجرح العشرات وقتلت تسعة وستين شخص في إحدى الجزر اللي كان فيها مؤتمر لأحد الأحزاب أحزاب اليسار يومها بعد ما تبينت الحقيقة انقلبت الإعلام في الغرب وكان لأن الكثيرين خاصة المتطرفين داخل الإعلام، المعادل الإسلام، المعادل المهاجرين، المعادين كلهم كانوا يتمناوا أن جهة إسلامية أو قريبة من المسلمين أو الإسلاميين أو من ينسب إلى الإرهابيين أو هي اللي قامت بها تضح فيما بعد أن هذا ليس صحيح وبدأ الغرب يطرح تساؤلات هذه ليست أول مرة فمثلاً في 1994 وقعت قنبلة لازلت أتذكر تفاصيلها وهي قنبلة في أوكلهوما ويومها أيضاً بالرغم أننا كنا ما زلنا ما وصلناش للألفين واحد لكن يومها أيضاً في البداية أعلن الإعلام الأمريكي أن هذه بالتأكيد جماعة إسلامية أو جماعة جهادية هي التي قامت بهذا الأمر تضح فيما بعد أنهم متطرفون أمريكيون هم الذين قاموا بالتفجير مبنى رئيسي إداري في أوكلهوما وهي أحدى الولايات الأمريكية وأدى إلى مقتل وجرح المئات أعتقد أكثر من 160 قتيل إلى ذكرتي جيدة ومئات الجرح لكن هذا ليس قبل سنوات أيضاً كانت هناك عملية رهيبة جداً في نيوزيلندا وهذه المرة كانت موجهة مباشرة للمسلمين في إحدى مساجد المسلمين وقتل وجرح العشرات من المسلمين هذا كان قبل سنوات أيضاً وأحداث أخرى قام بها اليمين المتطرف كثيرة هي الأحداث في الحقيقة لكن باش ما نطولوش هذه من بعض الأحداث إذن اليمين المتطرف ليس جديد عليه العنف والعنف المسلح ولكن في خضم ما كان يسمى الحرب على الإرهاب الحرب العالمية على الإرهاب بوش أطلق على بداية من 2001 بعد الهجوم الإرهابي حقيقة دعنا نقول ذلك في نيويورك وفي على البنتاجون وعلى كان أطلق بأنه سيخوض حرب عالمية الأمريكان قالوا أنه يخوضون حرب عالمية وانتبه جيداً لكلمة عالمية على الإرهاب وشاركت في عشرات دول في ما سميه أنا ذاك بالحرب العالمية على الإرهاب وظلت هذه الحرب ممتدة عشر سنوات بشكل رهيب ثم بعد موصول أوباما خفت قليلاً ولكنه استمرت بطرق أخرى وبقضايا أخرى وزيت مستمرة لكنها خفت في السنوات الأخيرة بعدما تبين أن اليمين المتطرف استفاد من هذه الحرب فقد زادت أعداده لأن الإعلام وهو يقوم بشيطنة المسلمين والإسلام والمهاجرين زاد عدد التطرف وعظامة التطرف في الغرب استفادت أيضاً من هذه الحرب على الإرهاب استفادت روسيا ورحت قضمت لهم جزء من أوكرانيا ومن بعد رحت دخلت على أوكرانيا بشتديها كلها وهذا بداية من فبراي اللي فات واستفادت خاصة الصين لراحة تتوسع اقتصادياً وعسكرياً في حين أن الغرب كان يحارب فيما يسميه الإرهاب الإسلامي طبعاً الغرب لم يكن خاصة الولايات المتحدة تفعل ذلك فقط كانت تخضع دول وتسقط حكومات وتضع أنظمة تحت رجلها إلى آخره لكن في نفس الوقت هذه السياسات ضخمت وعمقت وكبرت من اليمين المتطرف إلى درجة إلى درجة وجدنا مثلاً في هذه السنوات الأخيرة وجدنا أن على الأقل في خمس دول الآن الآن في خمس دول هي الماجر والنمسا والسويد وفرنسا وإيطاليا في خمس دول اليمين المتطرف إما يحكم إما يشارك بطريقة أو بأخرى في الحكم ففي الماجر مثلاً فاز حزب اليمين المتطرف مرة أخرى فاز في أفريل كان فاز في أفريل 2018 ثم عاد ففاز في أفريل اللي فات وهو رئيس الوزراء الآن هذا الماجري هو من اليمين ومتحالف مع اليمين المتطرف وكثيرين يعتبرونها وأيضاً من اليمين المتطرف هو شخصياً ولذلك هو من أقرب المقربين لبوتين وكلما كانت هناك سياسات داخل الاتحاد الأوروبي كلما سرعه إلى محاولة وقف هذه السياسات ضد روسيا ولذلك هذا من بين الأدلة الأخرى أن اليمين المتطرف مقربين جداً ومساندين جداً لبوتين لروسيا بوتين لكن ليس فقط في المجار إذن هذا فيتسيز ليس فقط في المطار فيكتور أوربا هو اللي فاز حزبه فيتسيز وإنما أيضاً في فرنسا كما شاهدتم في أفريل اللي فات أيضاً وفي ماي في ماي وصلت نهاية أفريل أعتقد أو بداية ماي كانت وصلت مارين لوبان إلى أنها نافست هي الشخص الثاني في المنافسات وقريب فازت ما كانش بعيدة على الفوز جابت 42% أول مرة في التاريخ الفرنسي يصل حزب يميني إلى هذه النسبة بابها أيضاً كان راح للدور الثاني في انتخابات مقابل للشراك في الألفين واثنين إذا كان ذكرتي جيدة لكن يومها الشراك فاز بأكثر من 82% بينما هي هذه المرة فازت ب42% وماكرو لم يحصل إلا على حوالي 57% يعني ليس بعيدة كثير على ماكرو بالرغم أن ماكرو كثيرين يعدونه أيضاً على اليمين يعني متطرف بسيغ أخرى بسيغ ليبرالية متوحشة بسيغ ليبرالية المالية الفينانس مونديال هذا إذن والأهم ربما حتى من الانتخابات الرئاسية هي وصول حزب مارين لوبان أن آخر 89 مقعد في الجمعية في البرلمان الفرنسي وهذه أكبر نسبة غير مسبوقة إذن ومزيد من التطرف داخل فرنسا طبعاً إخواناً اللي يعيشوا في فرنسا يعرفون ويعايشون ويعاشرون الإسلاموفوبيا والتطرف ومعادة الأجانب وإلى آخر حتى أنا كنت نتابع قبل يومين ولما فاز المغرب بالماتش اكتب أحد البرلمانيين من اليسار اكتب ما شاء الله قامت عليه القيامة ولم تقعد من برلمانيين آخرين والهجومات إلى آخر فقط لأنه اكتب كلمة ما شاء الله وكأنه فرح لفوز المغرب على إسبانيا قالوا له حتى هذه خطيئة كبرى كيف تفرح لفوز بلد إفريقي عربي مسلم مزيغي ما نشعارف على بلد أوروبي ثم تزيد تستعمل كلمة ما شاء الله القيامة قامت ضده القيامة قامت ضده روح شوها في تويتر ليس فرنسا فقط إذن قلنا في جوان حزب مارين لوبان يسيطر على 89 مقعد وفي السويد في الانتخابات السبتمبر هذه اللي فاتت فاز اليمين المتطرف متحالف مع اليمين المحافظ كما يسمونه ب 176 مقعد أي أنه هو لشكل الحكومة سمحوني يراه الصداع بدأ هو لشكل الحكومة وهذه أيضا حكومة يمينية في السويد اللي بالمناسبة بعد بعد شهر من الآن يعني قل من شهر هي اللي تولي رئيسة الاتحاد الأوروبي يعني الاتحاد الأوروبي يدور كل ستشهر دولة وكان هذا زلزال حتى أنه وصف بأنه زلزال سياسي على مقياس أوروبا بدل ما يقولوا مقياس ريختر يعني ليس هذا فقط فقد فازت أيضا الإيطالية خلينا نشوفوها مش عارف رهي حتى متواجدة مع تبون في إحدى المقاطع هذه الإيطالية معجب تبون معجب تبون معجب تبون معجب تبون معجب لكل سيتبون هذه هي السيدة التي رأي رئيسة الحكومة الإيطالية وهي من اليمين المتطرف ومتحالفة أيضا مع يمينيين إذا حبيتوا تشوفوا هذه صورة من اللحظات الأولى كما أبعثها للمساعد نقلا على قناة هنا لحظات الأولى لاعتقال أفراد ينتمون لحركة مواطني الرائخ على الدوام في ألمانيا وهذا الأمر يقلق السلطات لكن ما فاض الكأس هي حرب أوكرانيا التدعيات والغضب من هذه الحرب وتدعيات الاقتصادية والآن ظهر مدلول جديد في ألمانيا بما يسمى فقر الطاقة نحو واحد من كل أربعة ألمانا الآن يعاني من ارتفاع تكاليف طاقة هذا الأمر في الحقيقة حرب أوكرانيا هي التي أفاضت الكأس خصوصا أن الكثير من الأصوات التي التي تحسب على مواطنية الرائخ هي في الحقيقة هي من تصنيف اليمين التقليدي الذي تتهم السلطات موسكو بأنها تحاول لعب بورقته وبدفعه وبأن هناك اختراقا روسيا داخل هذا التنظيم من أجل خلط الأوراق في ألمانيا شهدنا ذلك أيام الانتخابات وما بعده وتحذيرات متكررة سواء من الاستخبارات الداخلية أو الخارجية بأن موسكو ستلعب على ورقة الغضب الشعبي عفوا عيسى عفوا عيسى هنا صحفي هذا يقول أن حرب أوكرانيا هي الكأس التي هي القطرة التي أفاضت الكأس في الحقيقة الكأس كان معمر من قبل هي بالفعل يعني وصفه دقيق لأن حرب أوكرانيا هذا التعليمين المتطرف اعتبروا أن وقوف ألمانيا وكل دول حتى اللي في إيطاليا اللي في السويد وقوفهم مع أوكرانيا ضد روسيا خطيئة لا تختفر خاصة أن الولايات المتحدة هي التي ستقود هذا التحالف ضد روسيا وتدعم أوكرانيا لأنهم أقرب إلى بوتين وأقرب إلى روسيا ويعتبرون أن التحالف مع روسيا أفضل لأوروبا من التعامل مع الولايات المتحدة يعتبرون أن هناك هيمنة أمريكية وأن من الأفضل أن يتعاونوا مع بوتين ومع الروس اليمين المتطرف كله تقريبا في أوروبا عنده هذا النظر يكره الاتحاد الأوروبي يكره النيتو يكره الولايات المتحدة يكره الإسلام والمسلمين يكره المهاجرين ويحملهم الإسلام يعتبرونه فلسفة شيطانية تريد أن تسيطر على أوروبا والمهاجرين يعتبرونهم زاحفين ويريدون أن يقوموا بلغرون بلاسمو الاستبدال الكبير دعنا ندرك نشوف بعض منظرهم حتى في هذه النقطة في كلام كثير في الموضوع هذا فالمهم هذه الدول الخمسة خاصة إيطاليا وفرنسا هذه دول كبيرة يعني عندما يصبح اليمين فيها له هذا الدور فهذا خطر وخطر حقيقي وخطر في الحقيقة هو أكثر على الأوروبيين ولكن أيضا على المهاجرين وخاصة على المسلمين منهم لأن هذا اليمين المتطرف يحمل أجندة مثل ما كانت النازية تحمل أجندة ذبح اليهود هذا اليمين المتطرف عنده نفس الأجندة في مواجهة المسلمين والمسلمين هنا هو ما يفرقش ما يفرقش واحدة دايرة حجاب مش دايرة حجاب واحد يشرب الخمر واحد ما يشربش واحد يروح للمسجد واحد يروح للخمارة ما يفرقش هو بالنسبة له تحمل وجهك وجهك تاعة مسلمين وأسمك تاعة مسلم سمي روحك ما شئت من بعد دير واش تحب فأنت بالنسبة له يجب أن تخرج من أوروبا وأنت خطر عليه وخطر على ثقافته وخطر على إلى درجة عندهم وحدة نظرت لهم والمصيبة هذه من مواليد مصر هي من أصول يهودية ولكنها من مواليد نصر كانت نظرت كثير في الموضوع هذا وخرجت بواحد خرجت بواحد النظرية آنذاك هذه من مواليدة 933 خلنشوفي لنلقى اسمها هنا خرجت بالنظرية يسموها الأورابيا تسمعوا بالأورابيا هذه ليش موجودة عندي هنا ربما في وثيقة أخرى المهم هذه وثيقة الأورابيا أو نظرية الأورابيا يعني أوروب أرابيا نحاو من الأوروب بقى الأوروب ومن بعد نحاو من أرابيا الـ A-R-A وبقى الـ B-E-A بالفرنسوية فولت أورابيا فأورابيا هذه بقى الـ B-B-A عندي هنا وممكن كاش نهار نحدثكم عليها آية أو موجودة عندي هنا فأورابيا هذه اللي كانت أطلقتها أول مرة كانت أطلقتها أول مرة كاتبة هي تسمى الآن كاتبة بريطانية وتسمى جيزيل ليتمن وتسمي نفسها أيضا بنت النيل لأنها هي من مواليد القاهرة في 33 وقد ولدت لعائلة يهودية مصرية وهاجرت لبريطانيا عروبيا بالعربية نقدر نسموها عروبيا أو أورابيا بالاسم كما سموها كتبت عليها كثير هي وقالت يعني مش رح نطول فيها لكن في النهاية وصلت أن حكومات أوروبية أن حكومات أوروبية رهي تتعاون مع العرب ومع المسلمين من أجل في النهاية أن يتم غزو أوروبا من قبل المسلمين وأن يتم استبدال ثقافة الأوروبية بثقافة العرب والمسلمين غريبة جدا يعني لكن هذه النظرية منتشرة ويستفيد منها أو يتحدث عليها كثيرين يعني هي مثلا كانت ضد ديجول وما عرف آنذاك بالسياسة ديجول العربية إلى آخر هي أولا السياسة العربية لولا هو كان يكذب على العرب لأنه هو اللي اعطى السلح نوه الإسرائيل هو ديجول في الحقيقة كان عنده احتسمية اللي يسموها السياسة ديجول العربية المهم انتشرت هذه الفكرة ونشرتها هذه السيدة وقد حصلت هي من بعد على الجنسية البريطانية وكتبت كتاباتها أيضا الإسلام والذمة حين تتصادم الحضارات هذه ترجمة لواحد من كتبها بل كشنا نجيبه حتى الكتاب الإنجليزية ونكلم عليه هذه الفكرة في الحقيقة كان آخرين طبعا من بين أخطر هؤلاء برنارد لويس برنارد لويس أيضا من هو المنظرين من المنظرين وهو ينظر يقول من أن الإسلام سيستولي على أوروبا وإذن برنارد لويس ليتمان هذه وآخرين حتى فيه واحدة أخر فرنساوي يسموه رينو كامو رينو كامو هذا يتبدل على الاستبدال العظيم ربما ينترجموه بالفرنساوية بالغرون بلاسمو ربما لأنني لم تقرأتوه بالفرنساوية حتى قرأتوه بالإنجليزية وبالعربية فهذه كلها نظريات واش تقول مثلا هذا التعكام وهذا يقول لك بأن المسلمين يتزايدون بشكل خطير جدا والأوروبيين يتناقصون ومن هنا إلى حتى في نظرية يقولون من هنا إلى 2050 المسلمين والأجانب عموين والمسلمين خصوصا سيكون هنا هما الأكثرية في أوروبا وبالتالي بما أن أوروبا ديمقراطية ليبرالية فهذا سيؤدي إلى أنهم بالانتخابات سيصبح المسلمين هم حكام يكون يومها قد مسلم أو أسلم يعني الإسلاميزاسيو يقول لك سيأسلم كثير من الأوروبيين ويجيبوا كثير من المسلمين من بلدانهم وأراضيهم وعموما هذه نظريات متوفرة ونظريات المؤامرة هذه منتشرة جدا جدا في اليمين المتطرف أحيانا أيضا يتحدثون على أن الدول الأوروبية تحكمها المصونية ولذلك أنت تسمع حتى من بعض إخواننا على حكم المصونية وأن في الحقيقة هذه هذه الطروحات المصونية موجودة هي وقد يكون لها جذور حقائق لكن المبالغة فيها جاية من اليمين المتطرف جاية من اليمين المتطرف الذي يرى أكبر خطر على أوروبا هو الإسلام وفق كما قلنا هذه نظريات أورابيا أو وفق برنارد لويس أو وفق كامو أو غيرهم وكثيرين أن الإسلام زاحف وأنه في النهاية سيسيطر على أوروبا ولذلك هذه الليبرالية القائمة اليوم في أوروبا الأحزاب اليسارية هذا الذي يتكلم على تعدد الثقافات وتعدد اللغات يجب النقضي عليهم حتى نستطيع النقضي على الإسلام والمسلمين هذا يخلي مرات واحد مثل ماكرون يروح في هذا الاتجاه صحيح موش قاعد هالدرجة ولكن نتكلم على الإنعزالية وتم غلق المدارس وغلق الثانويات وأشياء كثيرة وكثيرة جدا لأنهم يريد أن يسحب بعض الجمهور الفرنسي من أن يذهب في اتجاه اليمين المتطرف أكثر فأكثر هم هكذا يقولوا على الأقل أو هكذا يبروا ولكن الحقيقة اللي عمق هذا اليمين المتطرف هو الإعلام الذي ظل خاصة بعد 2001 ظل يشيطن في المسلمين وفي الإسلام بلا حدود نحن نعيش هنا في أوروبا وهنا في بريطانيا اللي تعتبر ربما من أكثر الدول أقل عداء للمسلمين يعني فيها حقيقة يعني تقارن اليمين المتطرف من الأضعف في بريطانيا إلا أن الإعلام الإعلام المتصحيين هنا ظل يشن هجومات موطة واصلة على الإسلام وعلى المسلمين وحدثت كثير من الأشياء هذا لا ينفي أن هناك من المسلمين من يعود إلى فهم خاص مخطئ تماما إلى الإسلام ويبرر به أعمال عنف أو أعمال قتل أو تفجيرات ولذلك يجب إدانة ذلك في المطلق